عسل البرومي هذا لمطوع البرومي الله يعطيه صحة والعافية قال لي مخيرني فمعرض التمور قال لي تعال بعد معرض التمور عيبني الشاكلات اللي يسويه بخبركم عنه قال لي هذه الغرشة هديك ومن شهره دعش وليه اليوم أنا أستخدمها حقيقة من أجود أنواع العسل عند البرومي اليوم دق علي تيلفون وقال لي يا محمد عامل أسعار تنافسية عندي في فرعي بالموالح الجنوبية اسمعوا البرومي يلي تحبوا العسل ومشتقات العسل والشاكلات واللبان والشغل الطيب اسمعوا الأسعار الحلوة عند البرومي اسمعوا هذا السعر التنافسي لكل أم وكل أب بيسعوا الحين أن يأخذوا هذه الباقة الجميلة نص كيلو سمر ونص كيلو سجر في حد يحبكي الحرمة بكي والحرمة بكي دي والريالي بكي دي خليناها مع بعض وستة وثلاثين ملعقة عسل الجميل أنهم خلوا في هذه الباقة أشياء صحية بدل عيالكم ما يأكلوا شوكليت وشوكولدجاجين يأخذوا الملائق الصحية لا وبينكهات بالفراول هذا عندكم ثلاث كاراتين فيها تقريبا ستة وثلاثين حبة ملعقة بالإضافة اللي أبهرني هذا الشيء هذا بسكويت أيضا عيالكم خلوهم يأكلوا البسكويت اللي في فايدة هذا بسكويت معمول بدبس الفرن كل هذا بعشرين ريال ولاتي المحل التوصيل لبيتك بالمجال المفروض أوريكم فرعهم فرعهم الجميل في الموالح الجنوبية على الشارع العام وأنت رايح نزوة بعد محطة المهاء قبل مبنى عمان تل القديم شوفوا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن إيش اللي تبوه من العسل ومشتقات العسل وهدايا العسل والخلطات الطيبة واللي تبون الأمور اللي يعملونها لبرومي وهني عندهم ما شاء الله تبارك الرحمن وهذه الشوكليت عندهم القهوة وعندهم الهدايا وعندهم الشوكليت اللي أنا تكلمت عنه في المعرض بخبركم عنه بعدين وعندهم هدايا التوزيعات الصحية للأطفال الله عليكم يا لبرومي بعدين بنخبركم عن شيء هنا داخل بس في الحينة هذاك الشارع العام وانتوا يأيين من دوار برج الصحوة متجهين إلى نزوة بتجيكم محطة المهاء بعد محطة المهاء ادخلوا يمين مقابل لولو البندر قبل مبنى عمان تل القديم جنب مطعم رذاذ أتين هذا هو محل برومي شفتوا مكانه سهل على الشارع العام تقريبا بعد سوق الموالح نعم بعد سوق الموالح هذا شاكليت العسل هذا بالأكبر وهذا بالزنجبيل وهذا بالكافور هذا الله يسلمكم ما في مواد مضافة عسل امرتب امسواي على شكل شاكليت تخيلوا ان هذا الشاكليت ادمنت عليه في المعرض اعلنت عنه باليوم الثاني يوني روحت هذا الله يسلمكم الناس اللي عندهم سكر يغافوا من السكر والناس اللي يبقوا حلويات الطيبة والصافية عسل بس بنكهة ودعي لي ان كان حتى فيه حلجة ويعورك هذا كله بيتبطل عليك الله 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 حبيت هذا الهدايا بالتوزيعات الحريم الحريم الله يحفظ اللي يزيد عندها مولود واللي تبي توزع هدايا في العيد ليش ما توزعوا من الطبيعة اشياء صحية عندك العسل لم يقوم شمالة العسل واللبان والماء الورد الجبلي ما الجبل الأخضر تخيلوا هذه كلها على ريال ونص طيب واذا خضيتوا بكميات لكم سعر سعر خاص طيب بعطيكم لعيالكم الحين في العيد في العيد ليش ما تشتروا لهم هذه الكيس وتعملوا لها استيكر باللي تبونه هذا البسكويت وملاعق العسل أشياء صحية لعيالكم سعرها كم؟ على 400 بيسة يا بلاش ما عم تميزين بهدايا السفر بغيت نوعين من العسل بغيت عسل مع زيت زيتون برومي بغيت هنا أيضا كذلك بغيت أيضا الخلطات الجميلة بغيت العسل الكبيرة بروحها صغيرة بغيت ثنتين صغار الخلطات بغيتها مع اللوبان بغيتها مع مشتقات اللوبان أنواع أكثير البرومي يعطونك فيه العسل أبهروني البرومي عاملين مكسرات بعسل السمر يعني أنت تحب العسل وتحب المكسرات ريحة العسل تضرب بالرأس سعرها بكم فنتين 6 ريالات فنتين ب6 ريالات تبقى تهدي زوجتك حاجة جميلة تعال بأعطيك هذه الباقة الجميلة اللوبان وهذا الشامبو باللبان ماركة معروفة منتج عماني وهذا صابون عسل اللوبان كم سعرها؟ 6 ريالات ونص ب6 ريالات ونص هذه الباقة المميزة هذه الباقة المميزة تبقى الأظام والصحة قال لي البرومي قال سمعك الدسك وتصيح الدسك تعال أنا أعطيك دول دسك حلوة الكبش ومن ما يعرف هذه الأكلة الشعبية القديمة اللي توارثوها الأقداد أباً عن جب حلوة الكبش مكوناتها الرئيسية العسل والشبش العماني والسمن وفيها خلطاته والعسل وخلطات أخرى قال لك إذا أكلت الحلوة الكبش مالي وشميت فيها سوسة رجعها واليوم أنا يولله يولله لأول مرة بكلها بكلها بسم الله الرحمن الرحيم أنت فضيع أنت فضيع ربع كيلو خمسة ريالات حلوة الكبش الحق على حلوة الكبش فضيع أمهاتنا شيابنا شبابنا يوم بتاكلها حتى عينك ما بتغمضها عينك ما بتغمض من حلاوة لذيذة المكسرات مزايد عليها المكسرات والعسل نظر الحقو الكمية شوية خمس ريالات ربع كيلو تخيلت الحين جدا تخيلت الحين جدامي جيمات أه وترش عليه شوف شوف الخلطات الجميلة عند هالريال ناصر البرومي صاحب عسل البرومي ما اكتفى أن يبيع عسل لا أيضا عمل الخلطات والهدايا والتوزيعات والصناديق ممتاز ورائع أي شي صورت اليوم عند هالريال فرعه في الموالح الجنوبية على الشارع العام وانت رايح نزوة قبل مبنى عمانتل القديم بعد محطة المهة بدحصلونا مباشرة وأي شي أنا عرضت ما تقدر تجي يوصلك إلى باب بيتك وأهم شي حلو الكبش وهذه الباقة الجميلة اللي صورناها لتفوتون هذا رغم التلفون نتصل وسجل عليه ناصر لبرومي عسل لبرومي أطنيها بحباتين من هذول شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا